الحقيقة أنا الحقيقة كان عادة برضو بس أنا يعني بجد أنا مش عارف برضو أشكر دائما جمهور النادي الأهلي ازاي في ظل أحداث كبيرة جدا مبارح كانت موجودة كل جمهور النادي الأهلي كان واقف مع قناته وبيتفرج على قناته مبارح في ظل كان عندك عمر السلية موجود على أحد البرامج وفلان وخمس ست لعبين كانوا موجودين مبارح في كل البرامج ولعبين دوليين من المنتخب وبرامج أخرى كثيرة شغالة في نفس الوقت ولكن جمهور النادي الأهلي كالعادة الحقيقة مرتبط بقناته وببيته الكبير الحقيقة فدائما أنا دائما الحقيقة دائما خجلان وأنا بتكلم على جمهور النادي الأهلي لأن جمهور النادي الأهلي هو جمهور مختلف لما بقعد أقول كده الناس بتقول لي أنت بتقعد الحقيقة أنا ما بقعدش أطبل والله ولا حاجة ولكنها هي الحقيقة جمهور الأهلي جمهور مختلف لما بتعمل حاجة كويسة بتلاقيه دايماً واقف وراك لما بتعمل أي مجهود ممكن ينتقدك وقولك احنا عندنا واحد واثنين وثلاثة لكن في الوقت دايماً تلاقيه موقف معاك زي ما شفنا في المباراة الأخيرة بعد التعادل مع فيوتشر إذا علنين فما وقفناش معاكو كتير في الشوت التاني ولكن في نهاية المباراة قلنا لكم ان احنا هنشجعكو تاني وحنوقف معاكو تاني ولسه شهر ونص وعايزينكو ترجعوا تكسبوا الدوري خلال الفترة القادمة هو ده جمهور النادي الأهلي نفس الكلام هنا بالزبط ممكنني يقولك عندك مشكلة في كذا وعندك مشكلة في كذا ولكن في الوقت الحقيقي تجد جمهور النادي الأهلي بيقف معاك في كل شيء في كل شيء فأنا بشكركم جداً 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 بارح على حلقة المعلق الرياضي العماني الشهير كابت خليل بلوشي الحقيقة عملت رد فعلي قوي جداً وكبير جداً ما بين جمهور النادي الأهلي وبين الجمهور الخليجي الحقيقة جاء لي كمية تليفونات من مبارح للنهاردة يعني أنا أعدت أقفل تليفوني أنا من أعدت أن أنا ما بقفلش تليفوني ورد على كل التليفونات ولكن أعدت أقفل تليفوني 3 ساعات النهاردة أو 4 ساعات كنت محتاج أن أنا رايح من كمية التليفونات اللي جاية سواء من الخليج أو من أخواتنا وأصدقائنا في الخليج أو أخواتنا وأصدقائنا جمهور النادي الأهلي هنا من القاهرة فأنا بشكركم جدا 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 كالعادة وإن شاء الله أن أحاول دائما أن أكون عند حصن ظنكم من خلال كل البرامج اللي موجودة في شاشة أو على شاشتكم شاشة قناة النادي الأهلي وما تنسوش دايما ما تنسوش المفاجآت قادمة إيه اللي هيحصل؟ ده علش مش قادر أقول لحضراتكم دلوقتي نفسي أقول لكم ولكن على قد ما بنقدر بنحاول حنحاول نعمل لكم مفاجآت كبيرة جدا ومهمة جدا تخص كأس العالم للأندية وجمهور النادي الأهلي إيه اللي هيحصل؟ مش هقول برضو دلوقتي لما ينتهي الاستعداد لكل شيء هتلاقونا فجأة كده طلعين نقول لحضراتكم عندنا واحد اثنين تلاتة أربعة وإن شاء الله هتبدأ إن شاء الله إن شاء الله على نهاية هذا الأسبوع أو بداية الأسبوع القادم اللي إحنا عايزين نعمله كله هنشرح لحضراتكم إيه اللي إحنا عايزينه وده احتراما وحبا وعرفانا بجميلنا لجمهور النادي الأهلي الحقيقة اللي يستحق أنا عارف اللي إحنا هنعمله ده يعني حاجة بسيطة جدا 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 ولكن في النهاية بنحاول نعمل أي حاجة علشان نرضي أذواق جمهور النادي الأهلي علشان نقول لهم إن إحنا معاكوا زي ما أنتوا دايما نوقفين معانا في كل شيء